ساعات كتير ممكن تقعد مع حد فتلاقيه بيقولك أنا حاسس النتيجة وكتير جدا بتلاقي ناس حاسين إن حياتهم بجد ما لهاش معنى وأوقات كتير ناس يقولك والله أنا مش عارف أنا عايش ليه وهنا بيكون فعلا الإنسان بجد ما بيتحكش عليك هو فعلا مش عارف هو عايش ليه ولا عارف يكون مبسوط ولا عارف إيه فايدته ولا إيه لازمته في الدنيا مهما كان في حياته على فكرة نعم ومميزات وفلوس وعربيات وبيوت وممكن تلاقوا ناس أنتوا فاكرين إن هما سعدة ولكن للأسف الشديد كتير منهم بيكونوا حقيقي مفتقدين الشغف مفتقدين الحماس في حياتهم مفتقدين الإحساس بالنعمة اللي موجودة في حياتهم والمشكلة الحقيقية إن كتير جدا مننا بيكون مش عارف بداية الطريق الصح منين الطريق اللي هيوصله لإنه يفهم نفسه وإنه يعرف نفسه وإنه يعرف قيمة نفسه ويفهم الناس اللي حواليه ويفهم كمان هو عايش ليه وبيعمل إيه وبما إننا بنعيش أيام جميلة والتغيير فيها مهم جدا ومطلوب معنا النهاردة كتاب نسختك الأفضل وهو أصعب معركة في حياتنا هي إن يدفعنا الناس إننا نكون شخصية تانية غير حياتنا شخصية تانية غيرنا للكاتب وممارس علم النفس الإيجابي الأستاذ إبراهيم السوفي اللي هينورنا النهاردة وهنتعرف منه إزاي نقدر نتغير للأفضل إزاي نقدر نكون النسخة الأفضل مننا وإزاي نفهم نفسنا والأهم كمان إزاي حياتنا يكون ليها معنى أو هدف نعيش علشانه ترجمة نانسي قنقر